طمر انطلاق الحملة الغومية لشلل الاطفال اكتمال كافة الترتيبات الفنية والادارية لاستيناف عمل الاختصاصيين بالتأمين الصحي بالنيل الابيض مرحبا بكم مشاهدين الى تفاصيل احداث اليوم اكد وزير صحة المكلف دكتور هيسم محمد ابراهيم اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق الحملة القومية للاستجابة لشلل الاطفال والقضاء على نقص فيتامين الف وذلك لدى مخاطبته مؤتمر تتشين انطلاق اعمال الحملة القومية للاستجابة لواباء شلل الاطفال والقضاء على نقص فيتامين الف في الفترة من الثاني والعشرين الى الخامس والعشرين من ابريل عشرين اربع وعشرين بولاية البحر الاحمر وذلك بحضور مدير عام قطاع صحة بولاية البحر الاحمر دكتور احلام عبد الرسول وعدد من ممثل القطاع الصحي واكد المتحدثون في المؤتمر ضرورة انجاح الحملة ومضاعفة الجهود للوصول الى المستهدفين في مختلف ولايات السودان اليوم نعلم عن هذا التدخل القوي جدا الببدأ من ولاية البحر الاحمر والولايات المستهدفة هي البحر الاحمر نهر النيل الشمالية القضارف كثلة النيل الابيض النيل الازرق وولاية سنان جملة الاطفال المستهدفين هم 3 مليون طفل 3 مليون طفل 3 مليون وخمسين الف 972 طفل ده جملة المستهدف بهذه الحملة في الولايات المذكورة بالنسبة لولايات البحر الاحمر براها المستهدف فيها 198 الف 67 98 الف 67 طفل والفئات العمرية المستهدفة زي ما جاء الحديث بالنسبة لشلل الاطفال من عمر يوم لخمسة سنوات وده رسالة مهمة جدا لكل المعنيين من الامهات والآباء والمتحصنين ووسائل الإعلام لتوفيرها للناس وبالنسبة للمستهدف بحثة من آله من 6 شهور لخمسة سنوات الحملة بحمد الله تنطلق من ولاية البحر الاحمر بتعريف 22 أبريل أشترك بالسعادة إن أشارك نيابة عن منظمة سعالانية في هذا الحدث الحام تمهيدا لإطلاق حملة تتعين زدد شل الاطفال في بحر الاحمر تليدها 7 ولايات أخرى تهدف إلى من المزيد من انتشار يروس شل الاطفال في سودان نحن سعيدون اليوم بلتشين الحملة لقضاء على وباء شل الاطفال ظهرت بعض الحالات التجبيئية لفيوز شل الاطفال عينات إيجابية على مستوى المسح والانتصر عينات حية غير حينا واحدة من ولاية كردفان واستدعى هذا الأمر الاتجابة السريع بتنفيذ حملة عاجلة للضعاء على هذا الفيروس والحماية أطفالنا على هامش مشاركته في الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي للفاو لأفريقيا المنعقدة بالرباطة التقى وزير زراعة والغابات الدكتور أبو بكر البشرة مدير عام منظمة الفاو شو الدونيو وأشهد الوزير بالتعاون الذي يربط الحكومة السودانية بمنظمة الفاو والمساعدات التي قدمتها المنظمة للسودان معربا عن تطلع حكومة السودان لاستمرار الدعم لإنجاح الموسم الزراعي من جانبه أعلن مدير عام الفاو التزام المنظمة بتعزيز تعاون مع السودان وضمه للدول المستفيدة من التوجه الجديد للمنظمة التقى والي ولاية الجزيرة المكلف الطاهر إبراهيم الخير رئيس اللجنة الاقتصادية واتحاد عمال السودان المهندس عبد الباقي نور الدائم والأمين العام لاتحاد عمال ولاية الجزيرة حافظ ميرغان الخضر وأشهد الوالي بالعمال مسمنا مواقفهم الوطنية وكشف الوالي عن جهود حكومته لصرف استحقاقات العاملين بالولاية فيما أكد رئيس اللجنة الاقتصادية باتحاد عمال السودان دعم اتحاد العمال للقوات المسلحة في معاركة الكرامة موشيرا إلى بزل النغابة المزيد من الجهود لإسناد الحكومة من خلال عمليات الاستنفار والأعمال المدنية زار المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان الهادي عبدالسيد منطقة أمدرمان العسكرية حيث التقى بقائد المنطقة اللواء الركن أبو بكر عيسى النور وذلك بحضور ورؤساء الشعب والوحدات وذلك لتكامل الأدوار بين ولاية الخرطوم والقوات المسلحة لإعادة اعمار ما دمرته الحرب تحقيقا لرغبة المواطنين بإعادة الخدمات التي دمرتها مليشيا الدعم السريع المتمردة سجل المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان الهادي عبدالسيد زيارة لمنطقة أمدرمان العسكرية حيث التقى بقائد المنطقة اللواء ركن أبو بكر عيسى النور وبحضور قائد ثاني ورؤساء الشعب وذلك لتكامل الأدوار بين ولاية الخرطوم والقوات المسلحة لإعادة إعمار ذلك الدمار حيث قدم البدير التنفيذي لمحلية أمدرمان شرحا للجهود التي تقوم بها ويلية الخرطوم بالتنسيق مع الجهازات الاقتصاص من ربع مخلفات الأسلحة والزخائر وإعادة المياه والكهرباء وجدنا عدد كبير جدا من مواطنين درمان ما زالوا متسكين بمنازلهم متسكين بأملاكم ورغم المعاناة ورغم الضنق ورغم الاتحاكات الحصرة في مناطق حقيقة شهدت معارك وشهدت اشتباكات عنيفة جدا زي ودنباوي وسط ودنباوي الشمال فالمناطق دي حاليا كثير جدا من الشباب الحمد لله طبعا نظروا استرموا العمل قاموا بعمليات مضافة عندنا مكافحة الألقاب نظروا معانا اشتغلوا ثلاثة يوم وتكاد تكون التلاثة أحياني ودنباوي الشمال ووسط واجنوب هي خالية تماما من الألقاب قيادة المنطقة العسكرية أمدرمان أبدت استعدادها بالإسلام وفق إمكانياتها الهندسية من تحقيق رغبة المواطنين بالعودة الآمنة وذلك تحت الشعار في الحرب تدمير وفي السلم تعمير شهد مسجد عمر عبد السلام بحي المظاهر بأمدرمان أداء صلاة الجمعة من قبل مواطني الحي وذلك بعد غياب دام لأكثر من عام بسبب احتلال ماليشيا الدقلو الإرهابية للمسجد وتحويله إلى مقر عسكري للأسلحة والزخائر كشف عدد من مواطني أمدرمان الذين عادوا لمنازلهم عن حجم الدمار الذي طال عددا من المنازل وذلك بسبب انتهاكات ماليشيا الدقلو الإرهابية مشيدين بجهود حكومة ولاية الخرطوم الرامية إلى إعادة الخدمات مع مرور كل يوم تكشف كاميرا تلفزيون السودان عن الفضائع والدمار الذي ارتكبته ميليشيا الدعم السريع المتمردة ضباطا وجنودا والذين تعاونوا معهم في حق المواطنين من قهر وسلب وقتل أكبر هاجس وأكبر مشكلة بالنسبة للمواطن كون الدعم مالينا البيوت كلها وقعدين فيها وعملين فيها عمال عوذ بالله وعوذ بالله مننا فهذه بقية لجثة مواطن قتل وترك هكذا حتى لحظة التصوير هذه وقد صار جيفا وهذا قبر لمواطن آخر قال جيرانه إنه قتل بسبب ماله وترك ليدفن بعد عشرين يوما الرجل دا صفك تلد عام طبعا بيطلق في الرأس وكاميرا التلفزيون تكشف المزيد وبلسان المواطنين فهذا الشاب يثير إلى حجم الدمار الذي لحقا بالأعيان المدنية والمنازل بحي أبوروف بيوم درمان المدرسة طبعا زي ما شايفين اتعرضت لخراب ودمار شديد جدا جدا ولكن بالعزم والإرادة من الدولة ممثلة في أجهزتها العسكرية الرسمية والشعبية وحكومة ولاية الخرطوم وشباب الأحياء تتسارع الخطى لنزع مخلفات الحرب وإعادة المياه والكهرباء وبقية الخدمات لتعود أفضل مما كان فأرض الواغع كده الزول يشوفه وإنه ببيوتنا دي منطقة حاجة كعبة شديد إذن فلينظر قادة التمرد إن كانت هذه هي الديمقراطية التي بشروا بها وكذا الدول والقوى السياسية المساندة للتمرد إن كانوا بهذا الدمار يعتبرون كشف مدير عام وزارة التنمية صديق فريني عن خطة لتحويل مراكز الإيواء إلى مراكز تدريب لرفع قدرات المصطدفين وتنفيذ مناشط نوعية جاء ذلك لدى مشاركته في اليوم الصحي الذي نفذته منظمة كافة للتنمية بالتعون مع وزارة الصحة بولاية الخرطوم وصندوق الأمم المتحدة للسكان بمركز إيواء الحتانة وأشهد فريني بالدور الرائد للجنة الطوارئ الصحية ودورها في تقديم المستلزمات الصحية وإحتياجات النساء والأطفال والإشراف على عمل المنظمات العاملة في مجال الصحة عرض أحداث اليوم يتواصل معكم مشاهدين من تلفزيون السودان تفقد وكيل وزارة ديوان الحكم الاتحادي أبا زر الحافظ إدارتي التعليم الثانوي والابتدائي بمحلية كرري يرافقه مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم الوزير المكلف دكتور قريب الله محمد أحمد وأمين الحكم المحلي بالولاية إيهاب هاشم إسماعيل وعدد من المسؤولين بإدارة التعليم وأشار المدير العام لوزارة التربية والتعليم إلى أن الهدف من الزيارة الوقوف على الاستعدادات لاستيناف الدراسة بالولاية في هذا الاتماع تمكننا من توفير أكثر من 80% من المعلومات المهمة والمساعدة في استيناف العام الدراسي ومناقشة كل المعويقات التي تحول دون استيناف الدراسة بهذه الولاية ثم إن جميع المواطنين في ولاية الخرطوم بصورة عامة ومواطنين محلية كرري بصورة حاصة أن وزارة التربية والتعليم ومن خلفها ولاية الخرطوم ومسألة في الشيط الوالي وعلى الله الحكومة حريصون كل الحرص على توفير كافة السبل لاستيناف العام الدراسي لكن وفق مطلوبات الاستيناف الآمن لأبنائنا وبناتنا التلاميذ والتنميذات حتى ننعم إن شاء الله بعام دراسي باستقر وآمن في هذه الولاية استعرض وكيل وزارة ديوان الحكم الاتحادي أبا زر الحافظ خلال اجتماعه مع المدير التنفيذي لمحلية أمبدة أبو القاسم آدم الطاهر استعرض سبل تزليل قضايا الجهاز التنفيذي والإداري للخدمات داعيا إلى ضرورة تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين وفقا للقانون المحلي لولاية الخرطوم من جانبه قدم المدير التنفيذي لمحلية أمبدة تنويرا حول الخدمات المقدمة للمواطنين والوافدين إلى محلية كاراري بجانب التخريب الذي طال المؤسسات من قبل ماليشيا الدقلو الإرهابية من جانبه أعلن أمين الحكم المحلي بولاية الخرطوم إيهاب هاشم إسماعيل أعلن دعمهم لبرامج المحليات لضمان نجاح عودة واستقرار المواطنين شهد والي القضارف المكلف لواء معاش محمد أحمد حسن شهد إعلان العفو والصلح بين قبيلتي المنيرة والصوفي البشير وذلك بمشاركة أهالي قرى محلية الفشقة وود الحليو وحضور أعضاء اللجنة الأمنية وأعضاء حكومة الولاية وقيادات الإدارة الأهلية أعفى وأصلح أجره لله أجر على الله والإنسان يتمنى أن يكون من الكاظمين الغيب والعافين على الناس هذا العفو لوجه الله تعالى لا 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 نريد منه جزاء ولا شكورة بهذه الكلمات الصادقات جاء تعبير أسرتي أبو زيد معلنة العفو عن دم ابنهم الشهيد حفاظا على العلاقات الاجتماعية وتمتينا لأواصل المحبة نتغدم بالشكر الجميل والعرفان النبيل لكل من سعى في الإصلاح بغدر غدر عليه وكل من شارك وحضر وكابد المشاء ولوقته هدر هو العفو الذي تم بين قبيلتي المنيرة والصوف البشير بمحلية الفشقة بولاية القضارف جاء تأكيدا للجوار الآمن والاحترام المتبادل بين القبيلتين في كل المناسبات الاجتماعية أفراح وأحزان جوار بدون أي مشاكل بين أهل الغريتين جوار يسوده الاحترام والتغدير وحسن المعاملة الإدارات الأهلية قادة مبادرات متعددة هدفها ردق النسيج الاجتماعي ونشر قيم التسامح والمحبة بين أفراد المجتمع عشان كده كلنا نحن لحمة واحدة كلنا من مصر مع بعض كلنا همنا الوطن كلنا همنا السودان كل الحضور بمختلف أوراهم ومسمياتهم نقول لكم أهلا وسهلا هذا تعبير صادق على ردق النسيج الاجتماعي وما أحوجنا نحن له اليوم المدير التنفيذي لمحلية الفشقة إزدادين الإمام أكد أن مجتمع محلية الفشقة تميز بالترابط الاجتماعي والتواصل والأخاء المتبادل من أتى إلى هذه البغعة ليشارك ويقف ويشاهد ويكون شاهدا على هذا العفو لله سبحانه وتعالى نحن نرحبهم في هذه المحلية ونقول لهم حللتم أهلا ندزلتم سهلا وإن شاء الله يكون ديدنا وإن شاء الله يكون الصلح بيننا وبين أهلنا وإن شاء الله يكون في هذه الولاية صلحا وعفوا تاما ويلقدر في المكلف لوام عاش محمد أحمد حسن عبر عن سعادته بهذا العفو والصلح بين القبيلتين الذي يؤكد قوة الإيمان وأصالة الرجال أنا قبلت هذا التكليف وفي هذا الظرف الحري لأنه أنا شعرت أنه أنا ممكن أقدم حاجة وكنت بحث أنه في أشياء بسيطة كان ممكن تدعمل وباستغرب له هذه الأشياء ما بتتم حاجات خدمات بسيطة وكذا لكن أنا طالما تحملت المسؤولية دي لازم أنتوا تتحملوها معاي لابد إنه كل أغانا إن شاء الله أنتوا تختاروا لي اتنين من كل محلية يكونوا مجلس استشاري لي على أساس إنه نقدر نسيطر على كل حاجة في الولاية دي ونقدر نقدم خدمات لمواطننا تليغ بمغامه إن شاء الله العفو والصلح بين قبلتين المنيرة وصف البشير يأتي حغن للدماء وردقا للنسيج الاجتماعي عاطف بشير تلفزيون السودان المدينة واحد محلية الفشقة ولاية القضار أكملت الكتيبة البنجلاديشية الإجراءات الفنية والهندسية لتشيد المستشفى البيطري بمنطقة مرتا شمال مدينة كادوغلي وذلك خلال اجتماع مشترك ترأسه والي ولاية جنوب كردفان المكلف محمد إبراهيم عبد الكريم وبمشاركة مديري وزارتي البنية التحتية والتنمية العمرانية ووزارة الإنتاج وقطاع الثروة الحيوانية وثمن الوالي دور بعثة اليونسفة في خدمة المجتمع المحلي مشيرا إلى أن المستشفى البيطري يمثل دعما لجهود زيادة الإنتاج وتحسين الخدمات لقطاع الثروة الحيوانية نحن كوزارة البنية التحتية تم تكملت كل الإجراءات المتعلقة بالأرض مع المجتمعات المحلية بموافقتهم يعني وكل الإجراءات الرسمية تم تأمين عليها ونحن الآن بصدد التنفيذ بإذن الله تعالى هذا المستشفى البيطري له فوايد جمع بالنسبة لنا في الولاية ساعدنا جدا في مكافحة الأوبية وبالتالي برضو تمكننا من توفير الأمصار عبر البيسة ودهما يعتبر إضافة حقيقية جدا للولاية عرض أحداث اليوم يتواصل معكم مشاهدين من تلفزيون السودان أكد الأمين العام لحكومة ولاية غرب كردفان صبر يوسف جبارة أكد التزام حكومة الولاية بتوفير أحتياجات الوافدين المتأثرين بالحرب جاء ذلك خلال زيارته للصندوق الغومي للتأمين الصحي وأمان الديوان الزكاة بالولاية مطالبا بدعم حكومة الولاية حتى تتمكن من مجابهة متطلبات المقيمين في مراكز الإيواء نريد أن نؤكد للناس أن الولاية قرب كردفان وهذه المؤسسات التي زرناها هي مؤسسات الولاية قرب كردفان وهي فاتحة وهي موجودة وكل الموظفين والإدارات والعملين متواجدين على مدار الدوام اليومي ويقدمون الخدمة الإنسانية ويقدمون كذلك الأمل الإداري على مستوى الوزارات سواء كان وزارة الخدمية أو الوزارات الإرادية أو المؤسسات الاتحادية أعلن المدير التنفيذي للصندوق القوم لتأمين الصحي بولاية النيل الأبيض دكتور أيمن أحمد محمد الجزولي أعلن عن اكتمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية لاستيناف عمل الإختصاصيين بالتأمين الصحي وكشف أيمن عن خطة إدارته الرامية إلى استعادة الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية للمؤمن عليهم بكافة مراكز التأمين الصحي والمستشفيات العامة بالولاية وقال إن مشاركة الإختصاصيين ضمن منظومة التأمين تسهم في تخفيف التكلفة العلاجية فيما رحب ممثل الإختصاصيين بالولاية دكتور عصام عبدالله رحب بإعادة خدمة الطبيب الإختصاصي مؤكداً التزام الإختصاصيين بتقديم خدمات طبية تنال رضا المشتركين بالتأمين الصحي اليوم الاجتماع طلع بشياء مسمرة جداً ونبشر مواطننا النيل الأبيض باستعادة خدمة الإختصاصيين اعتباراً من اليوم إن شاء الله حتطلع القرارات وإن شاء الله عندنا طبعاً خطة واضعينها لاستعادة الخدمة في مراكز التأمين الصحي المباشرة يعني هذه الخدمة توقفت لفترة نسبة الظروفة الاقتصادية والحمد لله الآن تمت إعادة الخدمة الاتفاق مع المدير التنفيذي وعلى المدير خدمات الصحية بالتأمين الصحي على إرجاع هذه الخدمة إلى عهدها الأول بحث دكتور الزين سعد آدم مع مدير جامعة الإمام المهدي ومجلس التخصصات الطبية بالسودان بحث الترتيبات الخاصة بانطلاغة امتحانات مجلس التخصصات الطبية بالسودان داعياً مجلس التخصصات الطبية إلى التوسع في الامتحانات لتشمل التخصصات الطبية الأخرى من جانبه أكد مدير جامعة الإمام المهدي دكتور محمد مهدي بخارة ان الامتحان يأتي ضمن الامتحانات التي يعقدها المجلس بصورة موحدة بعدد من ولايات البلاد نؤكد على الدعم السياسي من الستاذ عمر خليفة عبدالله والولاية لقيمة المركز ودعمه لانجاح هذا الامتحان بالتعاون والتنسيق الكبير بين اخواننا في دارة جمعات المهدي وفي الاستخصات طبية ونحن حقا على الاستعداد تام في ان الجامعة تستضيف هذا الاتماع التخصصي لـ 28 نايم الموجه من مجلس التخصصي بمدينة كوسي بجامعة الامام المهدي بحث مجلس عمداء جامعة غرب كردفان في اتماعه الدوري استضافت كليات مجمع طب الجامعة الاسلامية بالعاصمة اليوغندية كنبالا وقدم مدير الجامعة البروفيسور سيد علي فضل المولى تنويرا شاملا اوضح من خلاله الاجراءات التي تمت بين الجامعتين قدم البروفيسور سيد علي فضل المولى زريبة مدير جامعة غرب كردفان تنويرا شاملا لدى عمداء الجامعة حول زيارته لجمهورية يوغندا مؤخرا بهدف استضافة طلاب مجمع كليات الطب بالنهود بالجامعة الاسلامية بكنبالا وقد بحث المجلس الكيفية المثلى التي من شأنها توفيق اوضاع الطلاب الاكاديمية واكمال اجراءات السفر واستخراج الاوراق الثبوتية نهني ابناء طلاب كليات المجمعة الطبي ببرمامي استضافة هذه الكليات في الجامعة الاسلامية في اوغندا لإكمال ما تبقى من برامج اكاديمية ونشكر لهم استجابتهم السريعة لهذا الطلب وبعد الزيارة الى جمهورية اوغندا التقينا ايضا في بورسودان بالاخوز الى التعليم العالي ونغشنا مجموعة من المشكلات التي تواجه التعليم العالي بالسودان خاصة جامعة غرب كردفان في ذات الاطار قال الدكتور يونس ابوعشة وكيل جامعة غرب كردفان ان العمل الاداري بالجامعة يسير وفقا لما خطط له واشار يونس الى دور الجامعة في خدمة المجتمع حقا يمكن احنا في ادارة الوكيل بجامعة غرب كردفان العمل الاداري يسير بصورة طيبة منذ اندلاع حرب الخامس عشر من عبريل العام الماضي وحتى اللحظة اكاد نكون احنا بحمد الله توفيقه ومنه وكرمه من الجامعات المستقرة نسبيا شاركت الجامعة في العديد من الانشطة الخدمية في المجتمع في المسائل السلام وتعايش الاجتماعي واحتضان الكثير من المؤتمرات خلال الفترة الماضية كمساهمة من الجامعة في خدمة المجتمع الجدير بالذكر ان الكليات التي يشملها قرار الاستضافة بالجامعة الاسلامية بجمهورية يوغندا هي كلية الطب والعلوم الصحية وكلية المختبرات الطبية وكلية التمريض العالي وكلية الصحة العامة واسحاح البيئة الحاجب عغلة لتلفزيون السودان النهود اطمأنت لجنة العليا للطوارئ الانسانية باقليم النيل الازرق بمعسكر ايوال وفدين بمدينة بوط حاضرة محافظة التضامن اطمأنت على احوال المتأثرين بالحرب في رحلة البحث عن الامن والامان تقول الروضة وغيرها انها فضلنا الفرار من الهرطوم مرورا بود مدني والرنك وكايا بعامل الحرب الدائرة في السودان واخيرا فضلنا البقاء بمعسكر الايوال بمدينة بوط بمحافظة التضامن الذي شكل ملازا امنا لكل القادمين اليه في انتظار تقديم الاحتياجات الضرورية بحسب قولهن واجهنا ظروف صعبة جدا جدا و بالنسبة للرضاء و بالنسبة للولادة الحمد لله هسي لما جينا هنا الحمد لله شوية لكن برضو محتاجين للمواد التومينية عشان الزول يقدر يجيب ليوا حاجة و كلا يشربوا و الحمد لله اننا جينا هنا عبرين بوط لكن الحمد لله يعني اهل بوط و المحافظ و الحكومة بوط الحمد لله وقفت معانا ساعدتنا الحمد لله و نشكري عني الوضع بقي قويس اوزين علاجات للاطفال و اوزين مدارس كانت حامل من الشهر الاول معانا مرورا لا الاج لا مستشفى حتى عندما وصلتك اياه لما جيت راجع بوط هنا لرعاية الهين بدون ماغذ الوحد كان قطع و كراو يدوبنا دول ما في الاجات و الامور ده صعب شديد لكن بصراحة لما وصلت بوط الشكر يرجع للمحافظ و للاخوة في بوط كلهم السلطات بمحافظة اتضامن اشارت الى ما تم تقديمه للوافدين من ولاية القرطوم مناشدة المنظمات العاملة في مجال العمل الانساني بالتدخلات العاجلة لتخفيف حجم المعاناة على حد وصفها عندي في محافظة اتضامن كلها عندي 830 اسر من النازهين بتاين خرطوم و مدارس موزين داخل محافظة اتضامن بوط برافيا 170 و الان الشي نحنا قدمنا لهم نحنا قدمنا لهم حاجات بسيطة جدا يعني حسب العملنا نفرة للمواطنين الموجودين هنا وكل الخيرين التجار والمزعرين تبروا ببعض الحاجات زي دقيق والسكر وزيت ونحنا برضو يعني كمحافظة يمكن نحنا جبنا زي 120 شوال ايش بنا ناشد المنظمات الانسانية فيما تعهدت حكومة اغليم النيل الازرق بتوفير كل ما هو مطلوب بمختلف الاحتياجات اكد انه خلال هذه الايام سنسير باذن الله قوافل لمحافظة التضامن لتقديم المعينات والخدمات الاساسية ايضا نؤكد تقديم خدمات انسانية بالتنسيق التام مع الطوارئ الانسانية بوزارة الصحة عشان عيون اطفالنا مضوغ الهديمة يتطلب من السلطات توفير كل ما هو مطلوب لخلق واقع امن ومستقر عصم طاعة تلفزيون السودان من داخل معذكر الوافدين بمدينة بوت مشاهدين تكاملة موضوعات عرض احداث اليوم لهذه الليلة وقبل الختام نذكر بابرز العنوين وزير الصحة يشهد مؤتمر انطلاق الحملة الغومية لشلل الاطفال منظمة الاغذية والزراعة تعلن التزامها بتعزيز التعاون مع السودان اكتمال وكافة الترتيبات الفنية والادارية لاستئناف عمل الاقتصاصيين بالتأمين الصحي بالنيل الابيض قدمنا لكم عرض احداث اليوم لهذه الليلة من تلفزيون السودان تحياتي لكم وتحايا الفريق العامل والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة